بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت سيدات والسادة رجال ونساء الصحفة سعيد باللقاء بكم في هذه النذوة الصحفية التي تنعقد عقب اجتماع مجلس الحكومة وفي البداية لابد أن أجدد لكم تهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنيا للجميع مزيدا من التألق والنجاح والصحة والعافية وكما جرت العادة سوف نبدأ بقراءة البلغ الصحفي بهذه المناسبة إذا نجتمع مجلس أو انعقدة يومه الخميس 13 من دي الحجة 1445 لموافق 20 يونيو 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصصة لتدولي في عدد من مشاريع النصوص القانونية وفي بداية أشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جوج 44144 بشأن علامة مؤسسة الرياضة قدمه السيد شاكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجمبر 2023 بين اللجنة التولاتية الوزارية وممتل النقابات التعليمية الأكثر تمتيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظف قطاع الطربية الوطنية ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث علامة أو علامة تحت مسمى مؤسسات الرياضة كمشروع طربوي تنخرط فيه مؤسسات الطربية والتعليم العمومي لضمان جودة التعليم والتعلم ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهضر والانقطاع المدرسيين بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 90471 بتاريخ سبعة جمادة الآخرة 1411 25 دجمبر 1990 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان قدمه السيد خالد أي الطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية ولا سيما ما يتعلق بتعزيز وتتمين الموارد البشرية وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأس المال البشري الوطني وتتمينه كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحباية الاجتماعية والنقاب الوطني للتعليم العالي بتاريخ 3 غشت 2023 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-900 920 عفوا بتطبيق القانون رقم 37-21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي قدمه السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 37-21 السالف الدكر ولا سيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون إلزامية المرور بأسواق الجملة وينص مشروع هذا المرسوم على إحداث الجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور وكذا سحبه كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوده الطرابي أو نفودها الطرابي وحدة التتمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص تتولى مهام المراقبة مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق إذن كان هذا نص البلاغ مروا الأسئلة تفضل أنا سمعتك تفضل مهمة لغنجو بيك سؤال ثاني بخصوص المؤسسة الرياضة سؤال ثاني يا الله لأنه جات في البالغ ليالك ذكرت المؤسسة الرياضة ماذا نتعجي ماذا نتعجي هذا المشروع هذا كما نبدأ بشكل مذكر شكراً لك شكراً سيد الوزير اشتركوا في القناة بشكل ملاحظة على جدول الأعمال المجلس الحكومي اليوم ثلاثة المشاريع المراسيم هذا جدول عندهم أهمية هذه المراسيم ولكن كنا نتضر واحد الجدول شوية مكتاب وفيه مشاريع قوانين لأن هذه السنة ستنتهي تشريعية ولكن هذه القوانين لا تعرضوا عن الحكومة هذا من جهة أخرى كان بطل هذا العيد الأضحى وهو التدخم وبطل بمعنى الكلمة كيف الحكومة توقف هذا التدخم لأن رجل المواطنين لا يكونوا شيئا شكرا مصطفى الحجري هذا ما يريد العيد في إطار التدخم تدخم تدخم علاقة بالعدد الطحية التي توقفوا في الحج هناك صمت رسمي من طرف الحكومة المغربية يوازيه قلق عند الأوصار ونعرف ما هو رقم للعدد الطحية المغربية من جهة أخرى وعلاقة بعيد الأضحى الذي تحول إلى نكبة بالنسبة للعشرات ألاف الأسر المغربية الحكومة تحدثت عن تعم بالملايير لاستيراد الأغناء لكن الواقع شيء آخر كانت كاريتا بالنسبة للأسر التهمة تلصق بالشناقة والمضاربين نريد أن نعرف ما هذا النقعة بالنسبة للحكومة وش أشباح وش أحجزات أنها تتعامل معهم لأنه الأمر لا يتعلق بالخرف العيد التي كانت في سوق السماء وفي سوق الجملة في عدد من القطاعات هل من توضيح سيد الوزير؟ سيد الوزير ما الغيام المرسوم المتعلق بالتسواق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار تجميع الفلاحي دون المرور بأسواق الجملة؟ هل من معطيات أكثر حول هذا الإجراء؟ شكرا سيد الوزير نعرف ما قال انتحانات طلبة كليات الطب والأسنان والصيدلة علم أنهم لم يدرسوا لم يليجوا قاعات الجراحة لم يجروا أي اختبارات كيف يمكن إجراء امتحان بدون تعلم ولا دراسة؟ وهل فعلا سيتجراء امتحان؟ سؤال الثاني يتعلق بعدد الوفاية الحجج نعرف معطيات الخاصة هل الأمر يتعلق بارتفاع درجة الحرارة أم وفاية عادية أو عن نتجة الأمراض أم حوادث أخرى؟ سيد الوزير عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد بالنسبة عدفنا وتكملتنا على سؤال الحجج أغلب الوفيات تقريبا جوز الألف وأغلبهم من غير نظاميين أو غير المسجالين في اللوائح الرسمية يعني بغينا نعرفه في هذه الحالة في حال وقوع وفيات في هذه الحالات الغير نظامين كيف يتم التعامل مع السلطات السعودية لمعرفة هوية الأشخاص خاصة على أن أغلبهم يتم تسجيلهم كمجهولين سؤال ثاني هناك توقعات بالوصول إلى 17 مليون سائح في 2024 تقريبا آخر يعني استراتيجية الحكومة لتحقيق أو لبلوغ هذا الرقم شكرا 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 على طرحكم هذه الأسئلة وأنا سعيد أنه لأول مرة سؤالين يتعلقان بجدول الأعمال يتعلقان بجدول الأعمال يعني بجدول الأعمال الذي نوقش في أشغال هذا المجلس الحكومي الذي نعقد اليوم سؤال يتعلق بالجميع الفلاحي قال المرسوم المتعلق باستثناء هذه المنتجات من الهولوج عبر أسواق الجملة وأنا سأجيب التفاصيل وسؤال طبعا ثاني حول الرياضة وهذا أنا أسجله معطى مهم أن سؤالين في ندوات صحفية ينصدان على جدول لأن في الغالب الأسئلة تكون تات يعني طبيعة مختلفة وأنا حقيقة لا ألومكم على ذلك ولكن أحاول قدر المستطاع أن أجيب حول هذه الأسئلة بما توفر من معطيات دقيقة في هذا الموضوع فسؤالين لأول مرة في جدول الأعمال هذا أسجله بارتياح كبير نبدأ بالموضوع الأول موضوع مؤسسات الرياضة مؤسسات الرياضة هذا واحد من مستجدات الإصلاح التربوي الذي تقوم به الحكومة في مجال إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا هذا المؤسسات الرياضة هو مشروع وبرنامج مهيكل الذي استهدفه تحسين عمليات التعلم عبر ماذا؟ عبرات لا تدي الأبعاد الأساسية كل بعد المرتبط بالتلميذ عبر اعتماد مقاربات وطرق جديدة في التدريس خاصة المقاربة التدريس وفق المستوى المناسب ثم مقاربة علاجية تعنا أيضا بالدعم التربوي وأيضا مقاربة وقائية تهتم أو تنصب على التدريس الفعال خلال محطة اكتساب المعارف لأنك تعرفوا بأن في العمر للتلميذ هناك محطات معينة يجب إما أن يكتسب فيها هذا التلميذ المعارف التي سوف يحتاجها أو أنه لا قدر الله ما يأخذه وهذا هو اللي يؤدي إلى يعني إلى المغادرة ويؤدي إلى الهضر ويؤدي إلى كده المحور المرتبط بالأستاذ هو المحور اللي فيه تسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطر الطربوي الإدارية بالجهزات الرقمية وبالموارد البداغوجية وأيضا عبر المواكبة عن قرب من طرف المفتيشين الطربويين وأيضا عبر التكوين ومنح الإشهاد النظري والعمالي لفائدة الفارق البداغوجي وأيضا عبر يعني اعتماد أو الاهتمام أكثر بمجال التكوين والتكوين المستمر المحور المرتبط بالمؤسسة هو الذي يهتم بتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية من التأهيل من النظافة من يعني تزويد القاعات بمختلف الجهيزات التي تحتاجها هذه المؤسسات وضع موارد مالية رهن إشارات المؤسسات التعليمية تخويل علامة مؤسسات الرياضة من طرف الجناء مركزية تقوم بتخويل هذه العلامة لفائدة هذه المؤسسات وبالفعل بدأت الحكومة في تفعيل هذا الورش منذ هذا الموسم الدراسي الحالي 23-24 حيث تم الإنطلاق بـ 1-626 مؤسسة تعليمية عمومية استفادة منها تقريبا 1-322 ألف تلميت هم الآن يستفيدون تقيمات لتعملات مختلف تقيمات تعملت تقيمات داخلية طرف الوزارة وتعملت تقيمات خارجية وسيفو يتم القيام بتقيمات أخرى من طرف مؤسسات تعنى بقضايا التعليم والطربية ببلادنا كل هذه التقيمات ما أعطت؟ أعطت أنه تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمين والمتعلمات بهذه المؤسسات وذلك بفضل العمل التعاوني للفارق الطربوي لأن المؤسسة من الرياضة تريد تشتغل بمختلف أطقومها سواء كانت الإدارية والطربوية والهدف هو أنهم يرفعوا من المستوى للمتعلمين إذن في ظل هذه المعطيات الإيجابية للتسجلات الحد الآن سوف يتم الإنطلاق في تعميم هذه المدارس للرياضة وبشكل متدرج بدينة سنة الماضية بـ 600 مؤسسة 626 سنمشون الألفين مؤسسة دائما في البتداء في الدخول الدراسي المقبل 24-25 على أساس أنه إذا وصلنا إلى هذه الألفين على السسمية التي لديها 2600 مؤسسة سنكون تقريبا وصلنا إلى 30% من عدد المتعلمين في السلك الابتدائي حوالي 1.3 مليون وسوف يتم الاستمرار في هذا المسار للتدرج وفق التعميم في سنة في الموسم الدراسي 27-28 على المستوى الإعدادي سوف يتم الانطلاق السنة المقبلة يعني الدخول المدرسي المقبل نبدأ بواحد العدد معين من المؤسسات فأفوق أننا نوصل للتعميم في سنة 2028-2029 إذا هذا المرسوم الآن اللي تمت المصادقة عليه في مجلس حكومة اليوم توضح كيف يمكن أن يتم منح هذه اللابيل لعلامة مؤسسة الرياضة وأيضا الليجان التي تتدخل في هذا الموضوع من أجل متابعته ومواكبته في أفوقي كيفما قلت أننا نعممه إذا هذا بخصوص الموضوع المتعلق بمؤسسة الرياضة طبعا الموضوع الموضوع اللي تكلمتي وعليه ديال ديال التضخم ما فيها بس نذكره مرة أخرى بالإجراءات اللي قامت بها الحكومة لأنه التضخم الآن يجب أن نتفق بأنه التضخم كان في مستويات معينة قامت الحكومة بمجمع من الإجراءات هذا التضخم معرف وحد الإنخفاض وهذا طبعا ماشي فقط بشهادة الحكومة ولكن بشهادة مختلف المؤسسات المتدخلة والتي معروفة بأنها كتصدر التقارير ديالها في هذا الموضوع فقط غير من باب تذكير بالإجراءات اللي قامت بها الحكومة طبعا نعطيه بعض الأرقام وخارط الأرقام كتعرفوها لكن ما فيها بس أننا نذكروا بها من جديد سنة 2022 بلغت نفقات صندوق المقاصة 45 مليار ديالة تم وصلت الحكومة نفس يعني النفقات مشي في نفس المستوى لأنه التضخم عرف أحد الإنخفاض لكن حافظت يعني على هذه الآلية ديال صندوق المقاصة بخصوص سنة 2023 اللي بلغت حوالي 27.4 مليار درهم وبنفس السنة السنة هذه ما زال صندوق المقاصة يقوم بالأدوار دياله بالنسبة الإجراءات اللي قامت بها الحكومة قامت بإجراءات عديدة ومختلفة مرتبطة يعني باستفاء أو تعليق الرسوم الجمهورية الخاصة بالاستيراد خاصة في مجال اللحوم الحمراء أيضا قامت بإجراءات متعلقة من أجل مخططات من أجل مواجهات الظرفية الاقتصادية والمناخية اللي عرفتها بلدنا بكل فدية العشرات المليار ديال الدرهم خاصة في المدخلات الفلاحية تم فتحة مادات إضافية لمرات عديدة خاصة للمكتب الوطني للماء والكهرابا بمبالغ مهمة جدا الهدف منها هو أنه نحافظ على الأسعار استهلاك الماء والكهرابا في نفس المستويات في الوقت اللي عرفت المدخلات كلها اللي كتدخل في إنتاجات الكهرباء يعني ارتفاعات كبيرة ولكن الحكومة كانت في كل مرة كتدخل من أجل أن نحافظ على هذه الإجراءات نحافظ على هذه الأسعار أيضا كان هناك تدخلات عديدة جدا كانت محطات مهمة جدا من الحوار الاجتماعي والتي أصفرت عن زيادات مهمة جدا وعن الإصلاح ملفات طال الزمن ولم تتم إصلاحوها والزيادة كلهم عرفتهم حوالي ثلاثة المرات سميق في صرف ديالسنتي ثلاثة المرات سماك مرتين سميق أيضا زيادة العامة اللي عرفوها الموظفين والأجارة الموظفين اللي وصلت لأهل في درهم الزيادات اللي عرفها القطاع ديال التعليم الزيادات اللي عرفها القطاع ديال التعليم العالي اليوم كانت تكلموا على يعني مرسوم متعلق بالأساتي ديال الطب فهذا المجهود اللي قامت به الحكومة على مستوى الحوار الاجتماعي أيضا يأتي لكي يجيب على واحد السؤال للسؤال اللي هو السؤال للتضخم الدعم الاجتماعي بالكلفة الكبيرة التي تعرفوها أيضاً نخارط في هذه الإجراءات الذي الهدف منها هو أننا نطوق دعم السكن لتقريباً واحد العشرات المليار الدرهم أيضاً يأتي في هذا الإطار تغطية صحية المجانية للمعويزين والتي تكلف واحد العشرات المليار الدرهم إذن هذه هي إجراءات الدعم المخصص للنقل والذي وصل تقريباً لحوالية تمانية المليار الدرهم والتي يستفدوا منه طبعاً الطبقات التي تحتاج إلى هذا الدعم فالإجراءات للتضخم هي كثيرة ومتنوعة ومتعددة قامت بها الحكومة الآن نرجع للسؤال المرتبط بالأمل الغذائي الأمل الغذائي هذه الحكومة توليه أهمية كبيرة جداً ومختلف المخططات التي تشتغل عليها الحكومة الهدف منها هو نجوبه على سؤال الأمل الغذائي عبر إجراءات وإجراءات مهمة وهذا ما تقوم به الحكومة ولكن يجب أن نتفق بأنه وأن نعترف بأنه بلدنا للسنة الثالثة على التوالي تمر من موجة جفاف قاسي كلف إمكانية كبيرة في الإنتاج الفلاحي كلف إمكانية كبيرة في توفير الماء الصالح والشرب ومياه السقي لكن هذا لا يمنع بأن هناك اهتمام كبير بهذا الموضوع بخصوص الموضوع الثاني واللي تكلمتي عليه واللي كرتبط دائماً في إطار جدول الأعمال ديال هذا المجلس واللي مرتبط بالمرسوم وقبل منه إلا سمحتولي نتفاعل مع السؤال اللي تطرح بخصوص ثلاثة المراسيم اللي اليوم عرفها مجلس الحكومة أولاً يجب أن تتفاق بأنه التشريع هو حاجة مجتمعية مني كتطفر الحاجة المجتمعية التشريع كتعمل التشريع مني ما كتطفرش أو لا ما كتطفرش شروط دياله لأنه قانون باش جيب قانون وتصدق عليه داخل مجلس الحكومة هو عمل مهم جداً وكبير فيه استشارات فيه اجتماعات فيه الاتفاق حول إعداد التصور فيه المطابقة دياله مع البرنامج الحكومي الذي صدق عليه البرلمان إذن يجب استحضر كل هذه القضايا أيضاً فيه نقاشات حتى مع المتدخلين لخارج الحكومة الشركة المؤسسات اللي ربما الاجتماعية النقابات هذه كلها هذه الحوارات يجب أن نستحضرها أنادك كيصبح القانون جاهز لكي يتم معرضه على مجلس الحكومة المراسيم لا تقل أهمية عن التشريع لأنه بدون مراسيم لا يمكن أن نكمل هذه التشريعات من يمكن أن نأخذ المرسوم ديال الرياضة هذا مرسوم مهم جداً أولاً هو وجف الاتفاقات اللي توقعت مع النقابات ثانياً هو واحد من الآليات المهمة جداً لإصلاح المدرسة العمومية الجميع نفسي المرسوم المتعلق بالأسدية للطب نفسي ولكن خلينا نرجع للأرقام الأرقام اللي متوفرة لحد الآن بأنه الحكومة استطاعت أن تصادق على عدد مهم جداً من القوانين مشاريع القوانين يتجاوز المئة وتقريباً هو رهما عادل لنفس الرقم اللي كان في المرحلة الأولى في الحكومة ديال 2012 وفي حين أن هذه المرحلة كانت مرحلة تأسيسية وهذا شيء قدمته في البرلمان وتكلمت على هذا العدد المشاريع بمعنى أنه لحد الآن الحكومة قدمت عدداً مهماً وكبيراً جداً من القوانين لكلها كلها في طبيعتها وإلاخذينها وبحثنا فيها غالقواة كلها ذات طبيعة اجتماعية لماذا ذات طبيعة اجتماعية؟ صحيح أن الإصلاح الكبير الذي تقوده بلادنا اليوم تحت جهاد جلالة الملك حفظه الله هو تعزيز الدولة الاجتماعية لذلك ستجد كل هذه القوانين هي ذات طبيعة اجتماعية لكن العدد هو عدد كبير ومهم جداً ويعكس العمل الذي تقوم به العمل الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة في شدة المجلة طبعاً هناك قوانين ذات طبيعة اقتصادية العنوان الكبير اللي نعطيك هو المتاقد الاستثمار 20 سنة ونحن لدينا واحد الصيغة قديمة تبتمت مجموعة من المحاولات من أجل إصلاحه هذه الحكومة نجحت في ذلك في ظرف قياسي هذا عنوان كبير من عنوين الإصلاح الاقتصادي القانون دياله السنة الساس ديال هو الآن في البرلمان هو إصلاح مهم جداً القانون ديال المراكز الجهوي الاستثمار اللي تمت إحالته والآخر لبرلمان هو إصلاح مهم جداً ومهم جداً وطبعاً قانون المسطرة المدنية الآن الذي يناقش في البرلمان والذي طال الزمن واليوم هذه الحكومة نجحت أنها تخرج بحوالي 600 أو 800 فصل نحن على موعد قريب جداً أن نجيب المسطرة الجنائية فهذه قوانين تقيلة مهيكلة تؤسسه لإصلاحات عميقة في قضايا كبيرة جداً وطبعاً كيفما قلت أنا نعطيك الأرقام نحن تجاوزنا المئة ونحن تقريباً في نفس المرحلة تأسيسية اللي جات من بعد الدستور 2011 في حين أن هذه ليست مرحلة تأسيسية هذه مرحلة المفروض أن ننتهينا من مختلف القوانين التأسيسية فهذه الإصلاحات هذه الكم من القوانين يعكس الإرادة الكبيرة جداً لهذه الحكومة ويعكس أيضاً التصورات التي تحملها هذه الحكومة في إصلاح قضايا اجتماعية واقتصادية وغيرها من القضايا فالمرسوم المتعلق بل بسن تدابير تتعلق بتسويق المباشر القانون أولاً 37 21 ديالجميع ديال اللي بسن تدابير خاصة تتعلق بتسويق المباشر الفوق الخضروات جاء بشي يعطي الإمكانية للمجمعين طبعاً بناءاً على الترخيص أنهم يقوموا بتسويق هذه المنتجات بشكل استثنائي بشكل استثنائي طبعاً هذا كله محدد في الزمن دون أنهم يمروا على هذا أسواق الجملة لكن هذا شيء لماذا عملناها؟ عملناها أولاً لأنه الهدف والورش الكبير الذي تشتغل عليه هذه الحكومة هو إصلاح أسواق الجملة نحن على موعد إن شاء الله أننا قريب في القريب أننا يتم افتتاح السوق اللي بدين به الجمل على مستوى جهة الريباط في أفوق التعميم ديل هذا الورش الكبير أو اللي أنتم ما غير ما مرة تطالبون به في أجاف مجموعة من تقارير اللي استردتها مجموعة من الهيئات والبرلمان إلى غيرها فهذا المجهود الذي تقوم به الحكومة الذي سوف يتوج إن شاء الله بعد الاستكمال مختلف هذا الأسواق قلنا هذا القانون بما أنه يتيح بشكل استثنائي سوف يتم فتح هذا المجال لكن طبعا هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها أولا هناك لجنة مركزية على المستوى المركزي في وزارة الداخلية في وزارة الفلاحة في وزارة التجارة الهدف هو تدرس هذه الطلابات التي توضعها حينما تتم الموافقة هناك لجان جهوية على المستوى المديرية الجهوية التي تقوم بالمراقبة لكي تراقبة هل هذه المنتجات كلها يعني عندها واحد تطابق مع مختلف الشروط التي تؤثر هذا المرسوم بعد ذلك يتم إما التمديد وإما السحب وطبعا الأجالة كلها محددة في هذا المرسوم الهدف كيفما قلت هو أنه نفتح هذا المجال بشكل استثنائي وطبعا الهدف دينا الكبير هو أنه نصلح الأسواق للجملة ونهيئها ونأطرها باش نقدروا أننا أن نعلجو مختلف الإشكالات لمرتبة بهذا الموضوع هذا موضوع ديال 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 الحج أنا أعتقد هناك من سوف يتولى بتقديم مختلف المعطيات في هذا الموضوع لأنه بصراحة لا أتوفر عليها لكي لا أكون هذا لكن هناك هيئات أنها تقدم مختلف المعطيات المرتبة في هذا الموضوع لأنني أولا لم نناقش هذا الموضوع هذا الصباح ولم أعلم بأنكم سوف تطرحون فيه أسئلة الموضوع الثالث المرتبط بالطلبة ديال الطب سوف أجدد صريحي خلال الأسبوع الماضي الحكومة ما تزال ملتزمة بكل ما تعهدت به مع طلبة الطب شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر